أنا لما بايخد خطوة الورا وافهمني واشوف يعني أنا سبب من أسباب مثلا التطور في قصتي كان أن أنا وصلت المرحلة أنا وجوزي أنا حاسة أن أنا خاصة مش عارفة أكلم غير في البمبرز واللبن والبتاع وهو عمال يتطور ودماغه وطموح جدا وأنا وقفت عند حتة ما بقيتش فاهمه وبيقولي صح فطريت أخد خطوة الورا وابتدي شوف أنا مين واشتغل أنا على نفسي عشان إيه أبتدي أطلع بالفكر معه فنرجع نعرف نتكلم مع بعض كده ولا أنت اللي انتفطت لوحدك لا أنا بصراحة انتفطت لوحدك يعني مش مبتك مش صحابك لا لا لأن المعلومة دي مش عندنا قوي في المجتمع حيثت أن انت تبتدي تشتغلي أن انت دماغك دي ما تقفش دي مش عندنا قوي في المجتمع فاحنا بنستسهل مع الوقت وفجأة تلاقي نفسك تايها طب رحلة الوصول إلى النفس خدت فيها قد إيه ووصلتي فعلا لكريمان الحقيقية أنا عايزة إيه وعايش حياتي إزاي وصلت له زي عشان عارفة موضوع ده صعب مثلا يعني بوسي هي طبعا الرحلة لو مش تسيها لوحدك بتاخد وقت طويل عشان كده إحنا بيبقى عندنا بروغرامز بتساعدك أن انت لأ نصرع الرحلة لأن خلاص إحنا جايين من هناك لا فيش وقت خلاص فإحنا عارفين وإحنا جايين من هناك يعني أنا خلاص عملتها لو أنا عملتها في أربع سنين أنا قدر أخليكي تعمليها في سنة أيها ليه لأن خلاص بقينا عارفين الطريق بتتمشي إزاي